بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو على قناة صحبة الكروشي مع سلوى وماما معاكو سلوى الفحام. النهاردة ان شاء الله حابة نعمل مع بعض مفهش. اه وانا اخترته الحقيقة يكون مفهش وحدات على اساس تقضي تتحكمي في حجمه. اه حسب الترابيزة اللي انت هتحطي عليها المفهش. بالنسبة للخيوط اللي احنا هنستخدمها. اه في المفاهش الحقيقة فيه انواع كتير للخيوط. وانا بازن الله ان شاء الله هعملك فيديو. اه هجمعلك فيه اهم انواع الخيوط اللي انا بحقيقة اشتغلت بيها وهوريك نمازج من شغلي بيها. اه عشان تبقى قدامك كنموزج يعني. بس ان شاء الله ده الفيديو لاحق بازن الله. النهاردة بقى ان شاء الله انا هشتغل بخيط الحقيقة اول ما هشتغل به. هو اسمه اه خيط حلوان. هو خيط مصري. اه هنشتغل مع بعض به كده ونجرب وان شاء الله يطلع كويس بازن الله. اه وهشتغل مع الخيط دوت ابها مقاس اه اتنين مليمتر. اوكي? لان طبعا الخيط ده رفيع فمحتاج برضو ابها رفيع شوية. وطبعا انت هتستخدم الابها المناسبة حسب حسب شغلك. نبدأ كده ان شاء الله ونشوف هنعمل ايه? اه زي ما قلت لك المفرش ده وحدات. اه والوحدة عبارة عن ست سطور. طبعا اه في كتير منكم بيبقى بيلاقي مشكلة في موضوع تشبيك الوحدات. بس هي سهلة جدا جدا ان شاء الله. وانا ان شاء الله النهار ده هعمل لكم الوحدة وهشبك لكم جميع الوحدات في الاطاف بتاعتها. اه بنعمل زي ما قلت لكم الوحدة عبارة عن ست سطور. هنشتغل الوحدة الاولى كاملة. واي وحدة بعد كده هنشتغلها غاية السطر الخامس. واول ما اجي اشتغل السطر السادس هبتدي اشبكها في الوحدات اللي قبل كده. دي الفكهة العامة لموضوع التشبيك بس. اوكي? طيب نبدأ كده بسم الله. هعمل كده عقدة بداية. تمام? ما عليش بقى هو الخطوة فايع بس انا هحاول ان شاء الله اوضح السوء بشكل كويس. اه اول حاجة هنعمل ست سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اوكي? ستة سلسلة هون. تمام? طيب. هبتدي قفلهم بمنزلقة في اول سلسلة انا عملتها. نقفل بغوزة منزلقة. تمام? الكون الدية صغيرة هي. دي لانا هشتغل جواها. هشتغل ايه دلوقتي. هتفع اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. ودي هعتبرها اول عمود بلفتين. لان انا هشتغل عواميد بلفتين. اوكي? بعدين هلف لفتين على الابرة وهشتغل عمود. بس هقفل قفلتين اتنين منه. لان انا هعمل دلوقتي غوزة حموسة او عنقود. اه بتلاتة عمود بلفتين. اوكي? فده كده هنعتبر اه اربع سلاسة دول هنعتبرهم اول عمود بلفتين. وده تاني عمود بلفتين قفلت منه قفلتين اتنين بس. وتالت عمود بلفتين وبرضو هقفل منه قفلتين اتنين بس. بالشكل ده. هيبقى تلات لفات على الابرة هقفلهم مع بعض. دي كده غوزة حموسة او عنقود. اه بتلات عواميد بلفتين. اوكي? وبعدين هعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة. وهقرر تاني اعمل غوزة حموسة او عنقود بتلاتة عمود بلفتين. ادي كده اول عمود بلفتين قفلت منه قفلتين اتنين. هوesin لفتين. واعمل تاني عمود بلفتين. هقفل برضو منه قفلتين اتنين كده. اوكي? وبعدين تالت عمود بلفتين. هقفل اول قفلة. وتاني قفلة. يبقى اربع لفات على الابة هقفلهم مع بعض كلهم يبقى دي كده تاني غازة حموصة او عنقود شايفين شكلها تمام طيب هبتدي اعمل انا عايزة دلوقتي اعمل ستة اوكي احنا عملنا اتنين وبين كل واحدة واحدة هنعمل اربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة تمام نعمل واحدة كمان مع بعض هلفل لفتين على الابا واقفل اول قفلة وتاني قفلة وسيب لفتين على الابا تاني عمود بلفتين اهو وتالت عمود بلفتين هيبقى هيبقى عندي اربعة لفتة على الابا هلفل خط واسحب الخط منهم كلهم يبقى دي غوزة الحموصة او عنقود اه بتلاتة عمود بلفتين واعمل اربعة سلسلة هبتدي اقاربا ده تاني كما احنا عايزين يبقى عندنا ستة احنا عملنا تلاتة نعمل تلاتة كمان ونجع نقفل الساطة ده سوا ولاحظوا ان انا واخدى خط البداية ده معايا كده اهو تحت الشغل عشان اثبته تمام نعمل تلاتة كمان ونجع تمام كده عملنا اه ستة غوز اه حموصة او عنقود واحد اتنين تلاتة بقى خمسة ستة بعدين عملنا بعض سلسلة وهقفل بمنزلقة في السلسلة بتاعة غوزة الحموصة الاولى اهي بالشكل ده كده تمام السطر الاول اوكي طيب السطر التاني عشان ابتدي اتفع للسطر التاني هعمل غوزة مزلقة جوه او الفراغ ده لان انا عايزة بقى جوه الفراغ ده بعدين هتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهشتغل سبع عمود سبع عوامين جنب بعض اوكي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع كده كأننا في اول فراغ ده عندنا كم؟ كأننا عندنا تمن عوامين التلات سلسلة للتفاع الاولى اللي هنعتبرها عمود وجنبها سبع عوامين يبقوا تمن عوامين وبالتالي في كل الفراغ من دول هشتغل تمانية عمود. يعني مباشرة كده هروح على الفراغ التاني على طول واشتغل تمانية عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمام كده عملنا في الفراغ التاني تمانية عمود اوكي في كل فراغ من دول هنعمل تمانية عمود اوكي طيب نعملهم ونرجع نقفل السطر التاني سوا اه كده السطر التاني والشكل هيبقى بالشكل ده يا جماعة. اوكي نقفل السطر التاني ازاي? هنقفل السطر التاني بغوزة منزلقة. في اول في ادي كده عملنا كده سلسلة تفع واحد اتنين تلاتة. سلسلة التالتة دي هنبتدي نقفل فيها بغوزة منزلقة. بالشكل ده كده. تمام كده السطر التاني. تمام. هيبقى الشكل كده. اوكي? طيب السطر التالت. السطر التالت هتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هاتبرها عمود اول عمود اوكي وبعدين هسيب العمود اللي جانبيها على طور واشتغل عمود فوق العمود التالت. التاني اسف. اوكي? وبعدين اشتغل الصوري ما عملش يا جماعة. ستطر التالت اشتغاله تاني مع بعض. ستطر التالت هنتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. وهعمل اتنين سلسلة. هتبقى مسافة بين كل عمود والتاني. اوكي? واحد اتنين. وبعدين هسيب عمود والعمود اللي بعدية هشتغل العمود. وبعدين هعمل اتنين سلسلة. واحد اتنين. هسيب عمود وفي العمود اللي بعدية هشتغل في عمود. بعدين اتنين سلسلة. وهكزا. هسيب عمود والعمود اللي بعدية هشتغل في اي عمود? وبعدين اتنين سلسلة. هسيب العمود ده والعمود اللي بعدية. هبتدي اشتغل العمود. بعدين اتنين سلسلة. يبقى سطر التالت نعيده تاني مع بعض. احنا تفعنا تلاتة سلسلة واعتبرناهم اول عمود. اوكي? بعدين عملنا اتنين سلسلة. اتنين سلسلة دي اللي هتبقى بين اول عمود وبين كل عمود وعمود. اوكي? ما ننساهش يا جماعة لان انا كنت هنساه. يبقى تلاتة سلسلة هتفعى وبعدهم اتنين سلسلة. اوكي? ونبتدي نسيب عمود من السطر التاني ونشتغل فوق العمود اللي بعديه عمود. بعدين اتنين سلسلة. نسيب عمود ونشتغل عمود. اتنين سلسلة. وهكزا. يبقى السطر التالت كله هشتغله بالشكل ده ونرجع نقفله سوا ان شاء الله. اه تمام كده انا خلصت السطر التالت. اه هنهيز داي. هنهيب ان انا هعمل اتنين. انا كنت اعمل اخر عمود اهو. وفضل عمود واحد طبعا اللي احنا هنسيبه. هنعمل اتنين سلسلة. وهقفل بمنزلقة فين يا جماعة. هنعيد واحد اتنين تلاتة في السلسلة التالتة. من التلات السلسلة اللي انا اعتبرتها اول عمود. بالشكل ده كده. بقى ده كده. استطر رقم كام? رقم تلاتة. اوكي? طيب. استطر رقم اربعة عشان اعمله. انا عايزة ابقى جورة الفراغ ده. الاولين ده. اوكي? فهعمل غرزة منزلقة جواه بالشكل ده كده. كده انا بقيت جورة الفراغ اوكي. هنشتغل ايه بقى هنا? مفوض ان انا هشتغل هنا اربعة عمود. طبعا في اول مرة بنعمل تلاتة سلسلة واعتبرها عمود. كده دي كده واعتبرها عمود. يبقى انا هعمل جنبها كام? هعمل جنبها تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. بقى كده كأن الفراغ الاول ده في اربعة عمود. التلاتة سلسلة هتفعها. وجنبهم تلاتة عمود. تمام? طيب. هبتدي اعمل تسعة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. طيب. وبعدين هسيب واحد اتنين تلاتة. هسيب تلات فراغات من تحت. واحد اتنين تلاتة. وفي الفراغ راكم اربعة. هتدي اشتغل اربعة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بالشكل ده. يبقى احنا سدنا تلاتة تلات فراغات من تحت. واحد اتنين تلاتة. وفي الفرابع اشتغلنا اربعة عمود. وهنقرر تاني. هنعمل ايه? هنعمل تسعة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. ولف لف على الابة. واسيب واحد اتنين تلاتة. وفي الفراغ راكم اربعة ده. هبتدي الشغل كاما عمود يا جماعة? اربعة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. يبقى ده سطر رقم واحد اتنين تلاتة. ده سطر رقم اربعة. هنشغله كله بالشكل ده. هنعمل عملنا هنا اربعة عمود. هنعمل تسعة سلسلة. هنسيب واحد اتنين تلاتة. وفي الفراغ راكم اربعة نشتغل اربعة عمود. وهكزا. ونرجع نقفله سورة بإذن الله. نقفل بقى السطر رابع سورة. احنا عملنا تسعة سلسلة. وفي تلات فراغات تحتهم هم دول اللي باقيين. اهم. اوكي. فانا هقفل بمنزلقة في السلسلة رقم تلاتة. زي ما متعودين من اول تلات سلاسل اتفعت بهم واعتبرتهم عمود. اوكي. طيب. بالشكل ده كده. واحنا كده خلصنا السطر رقم كام? اربعة. تمام? الشكل هيكون كده. طيب نبدأ بقى كده السطر رقم خمسة. آآ السطر رقم خمسة عبارة عن ايه? انا عايزة ابقى في الفراغ اللي هو بين اول اتنين عمود. اللي هو هنا كده. وكيف هعمل غرزة مزلقة في الفراغ ده كده? اهي. تمام? وبتلت ارتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. واعتبرها اول عمود. وهعمل في نفس الفراغ ده عمود كمان. تمام? طيب. الفراغ التاني اللي بين العمودين التانين هعمل اتنين عمود. واحد. اتنين. والفراغ برضو اللي بين اخر اتنين عمود هعمل عمودين. واحد. اتنين. انا بشتغل ايه يا جماعة? انا عندي اربعة عمود اهم بين كل واحد والتاني هشتغل عمودين. واضحة? بين كل عمود والعمود التاني هشتغل عمودين. اوكي? طيب وبعدين هعمل ايه? هعمل حداشر سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. ولف لفة على الابعة وهاجي هنا اقارة تاني. بين اول اتنين عمود اهم بينهم هشتغل اتنين عمود. واحد اتنين. بين العمودين اللي جنبهم هعمل اتنين عمود. واحد. وبين اخر اتنين عمود هعمل اتنين عمود. واحد. بالشكل ده كده. ده كده شكل السلطة رقم خمسة. اوكي? يبقى بين كل عمودين بشتغل اتنين عمود. يعني بدل ما كانوا اربعة هيبقوا ستة. في السلطة رقم خمسة هيبقوا ستة. وبين كل مجموعة ومجموعة هيبقى عندي كم سلسلة? حداشر سلسلة. نكمل السلطة رقم خمسة ونجع نكمل ان شاء الله. نقفل بقى يا جمعة السلطة رقم خمسة سوا. انا عملت حداشر سلسلة اهم. اخر حداشر سلسلة. وهقفل بغرزة مزالقة في السلسلة رقم تلاتة. الاول تلات سلاسل انا اعتبرتهم اول عمود. بالشكل ده كده. بقى ده كده شكل السطر رقم كام? مقم خمسة. اوكي? طيب. دلوقتي هنعتفع للسطر رقم آآ ستة والسطر الاخير. عايز اقول لكم بس هي الوحدة دي اللي انا هعمل فيها السطر الاخير. لكن اي وحدة بعد كده هنوصل للسطر رقم خمسة ده. واحنا بنشتغل السطر رقم ستة اللي جاي ده هنبتدي نشبك. وهنشوف ازاي بازن الله. بس دي عشان دي الوحدة الاولى فبخلصها كلها. وبعدين اي وحدة بعد كده هشبكها فيها من خلال اخر السطر ان شاء الله. آآ السطر رقم ستة. برضو محتاجة تكون بين آآ بين العمودين او العمودين. فهعمل غرزة منزلقة بالشكل ده كده. واعتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. تمام? واعتبرها عمود. واعمل جنبها في نفس الفراغ عمود كمان. تمام? وكل فراغ بين كل اتنين عمود هعمل عمودين. واحد اتنين. تمام? عمودين تلاتين اهم بينهم تتشتغل عمودين. واحد اتنين. وهكزا. واحد. وبين اخر اتنين عمود هعمل اتنين عمود. واحد. بقنا كده آآ بدل ما كان عندي اتنين اتنين اربعة ستة عوامين. هيبقوا كم هيبقوا عشرة? اتنين اربعة ستة تمانية عشرة. تمام كده? طب هعمل ايه دلوقتي? هعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعدين. وبعدين عايز اعمل غوزة حشو. غوزة الحشو دي هتبقى من الخد كده. واعمل غوزة الحشو بتاعتي. وبتدي اعمل ستة سلسلة تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هزبط كده بالشكل ده. وبتدي اعمل ايه? اقارة تاني. بين اول اتنين عمود هعمل اتنين عمود. واحد اتنين. وبين العمودين التانيين عمودين. واحد. بين كل عمودين هعمل عمودين يعني هيبقوا عشرة عمود في كل مجموعة. واحد. اتنين واخر اتنين عمود. في المجموعة التانية دي. واحد اتنين. طيب نشوف الشكل بقى عامل ازاي? اهو. بقنا دلوقتي شبكت السلاسل مع بعضها. اللي هما السلسلتين بتوعستاطة رقم اه اربعة وخمسة. اللي هما كانوا تسعة سلسلة واحداشرة سلسلة. اوكي? مع الفراغ اللي في النص. احنا كنا سابين من تحت تلاتة فراغ. واحد اتنين تلاتة. اوكي? هجموكم مع الفراغ اللي في النص ده. شايفين هيبقى شكلها عامل ازاي? هنعملها مع بعض تاني. اوكي? طيب انا هنا عملت اهو. اه بين كل اتنين عمود عمودين. بقوا مع عشرة اتنين اربعة ستة تمانية عشرة. هنعمل ايه دلوقتي? خليكم معايا تاني اهو. ده الفراغ اللي انا بتكلم عنه يا جماعة التالت اللي في النص ده. شايفين? طيب. هنعملها تاني بشويش. هنعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعدين همسك كده. الفراغ اهو السلسلتين دول اللي انا عايزة اشبوكهم مع بعض. هدخل كده واسحة بالخيط. واحاول اشده بس بشويش كده. واعمل غزة حشو. واجه اكمل اعمل ستة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعدين هزبطها بس كده. اوكي? طيب. وابتدي اشتغل شغلي عادي بين كل اتنين عمود. هعمل اتنين عمود. واحد. اتنين واحد اتنين واحد اتنين واخر عمودين هعملهم في المجموعة الثالثة. بالشكل ده. تمام? ده كده السطل السادس. شايفين هيبقى عامل ازاي الشكل? تمام? هنكمل بقى تاني. هنعمل زي ما قلتلكم ستة سلسلة. وناخد دول كده مع بعض. اللي هو الفراغ رقم تلاتة اللي في النص ده مع السلسلتين دول هنعمل غوزة حشو. اوكي? ونكمل زي ما عملنا المجموعتين دول. نخلص السطل السادس ونرجع ان شاء الله نشوف هنعمل ايه? نقفل بقى كده يا جماعة السطل السادس سوا. هنقفله ازاي? هنقفله بغوزة من الزلقة. في السلسلة لقم تلاتة من الاول تلات سلسل اعتباطها اول عمود. كده الوحدة الاولى خلصت. انا هعمل السلسلة. وهقطع الخيط. اصحابه كده. اوكي كده يا جماعة. دي كده اه شكل الوحدة. زي ما قلت لكم احنا الاول وحدة بنكملها للاخر. واي وحدة بعد كده هشتغلها للسطر الخامس وقلت لها شبكها. شايفين شكلها بيبقى جميل قد ايه? تمام? طيب. انا بقى هشتغل وحدة لغاية السطر رقم خمسة. وانت تشتغلك اه وحدة تانية عشان اه نشبك سوا ان شاء الله. هشتغلها لغاية سطر رقم خمسة ونرجع نشبكها بقى في الوحدة دي. تمام? اه انا عملت وحدة هي يا جماعة عايزين نشبكها. عايزة بس اقول لكم احنا هنشبك منين? احنا هنشبك من هنا. من هنا كده ومن هنا كده. من النقطتين دول. يعني اي وحدة اي وحدة هعملها هشبكها من النقطتين دول. هنا وهنا. تمام? فانا هحط الوحدة دي كده. اوكي? مفوض ان انا ايه? اه هشتغل هنا العمود اللي كنا بنشتغلها عادي. اللي هو بين كل اتنين عمود. اه بين كل اتنين عمود هشتغل اتنين عمود. اوكي? وبعدين اول ما وصل لاخر عمود هنا. قبل ما اعمل الستة سلسلة اللي بعملها عشان اعمل حشو هنا. اشبك بمنزلقة هنا. اوكي? وبعدين اعمل الستة سلسلة. واعمل الحشو بتاعتي هنا. واعمل الستة سلسلة تاني. واول عمود اعمله هنا. ابتدي اشبكه هنا. يبقى كده الوحدتين نتشبكه. ان كل كل وحدة هتتشبك في الوحدة التانية من خلال نقطتين اتنين. اوكي? طب نشوف كده هنعملها ازاي? بقى دي الوحدة التانية زي ما قلت لكم اشتغلتها لغاية السطح الخامس فقط. اهو. بالشكل ده. طيب. هنعمل ايه دلوقتي? خليكم معي عشان التشبيك في ناس كتير بتستصعبه. فهو سهل جدا ان شاء الله. اهنا اتفعت هده السلسلة واحد اتنين تلاتة. وهشتغل في نفس الفراغ ده عمود. يبقى كده كانهم اتنين عمود. وكل فراغ هشتغل في اه في اتنين عمود. واحد. ده كده السطح السادس عادي خالص. اوكي? واخر اتنين عمود. اهم. تمام? طيب. احنا قلنا ايه دلوقتي المفروض هنعمل ايه? المفروض دلوقتي هنشتغل ستة سلسلة. واخد غوزة حشوة هنا كده. امسك بها السلاسل دي مع الفراغ التالت ده. واكمل شغلي. قبل ما اعمل الحكاية دي هجيب لوحدة الاولى. واحطها كده. اوكي? طيب. واجه هنا عند العمود ده في الزاوية دي. اوكي? وادخل كده واعمل غوزة منزلقة. تمام? وابتدي اشتغل عادي بقى. في الوحدة بتاعتي اللي انا شغالة فيها. اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعدين هعمل غوزة الحشو اللي احنا بنعملها اهي. وبعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعدين هبدأ هنا بين اول اتنين عمود هشتغل اتنين عمود. اول عمود هشتغله. وقبل ما اكمل اجيب الواحدة دي تاني. اوكي? واجبكها هنا في العمود ده بغوزة منزلقة. بعدين اكمل شغلي عادي. اكمل بقى العمود التاني. عشان احنا كل فراغ بنعمل في اتنين عمود. والفراغ اللي بعدي اشتغل اتنين عمود. واحد. اتنين والفراغ اللي بعدين اتنين عمود. واحد. نشوف بقى التشبيك هيبقى شكل ازاي? او شايفين? هيبقى بالشكل ده. يبقى كده الوحدتين اتشبكوا مع بعض بالشكل ده. يبقى احنا كل وحدة يعني احنا فين الوحدة الاساسيات بتاعتنا اهي. اوكي? الوحدة دي كل وحدة بتتشبك في الوحدة تانية من خلال نقطتين اللي هما دول. النقطتين دول اللي احنا شبكنا فيهم دول. شايفين يتعاملوا ازاي? احنا قلنا دي كان من نهل الاخر. التانية. قبل ما اعمل السطل الاخير ابتديت اشتغل اهول عواميد اللي هنا. اوكي? مع اخر عمود عملت منزلقة في العمود اللي قدامه من الناحية دي. انا بشرح تاني بس عشان وانتي شغالة لو اه حبيت تسترجعيها تاني تبقى واضحة قدامك من خلال السور. وبعدين ابتدي اعمل ستة ستة سلسلة. تمام? واعمل غوزة الحشو بتاعتي اللي بمسك فيها استطرين رابع والخامس مع الفراغ التالت اللي في السطر التالت. اوكي? وبعدين ابتدي اعمل ستة سلسلة تاني. واعمل اول عمود في المجموعة التانية. بس او قبل ما اعمل العمود التاني ابتدي اه اجبوكم منزلقة في العمود الاول من هنا من الوحدة الاولى. تمام كده? سهلة ولا صعبة يا جماعة? ان شاء الله بكون سهلة. اهو بيبقى بالشكل ده. تمام? طيب انا المفوض هعمل ايه دلوقتي? المفوض ان انا هعمل ايه دلوقتي? هكمل الوحدة التانية دي كلها واقفلها هنا كده. يبقى كده شبكنا وحدتين ببعض. احنا عرفين بنكمل السطر السادس ازاي? اكمله بقى ونرجع نشوف بقية الوحدات هنشبكها ازاي بازن الله. كده انا كملت السطر رقم ستة كله في الوحدة التانية. وهقفل آآ السطر ده خلاص بغوزة منزلقة. في اول سلسلة من التلات سلاسل اللي بعتبرهم دايما اول عمود. تمام? وهعمل سلسلة كده. بعدين هاقص الخيط. واستحابه. كده يبقى تمام شبكنا اول وحدتين. شايفين قد ايه بسيطة وسهلة? ايه. كده اول وحدتين شبك وشايفين شكلها جميل قد ايه? بصراح انا اختلط آآ يعني اختلت لكم الوحدة دي شكلها بسيط وجميلة جدا ومدية شكل وعدة اصلا. اوكي? طيب فاضل عندنا ايه? فاضل عندنا نكمل با التشبيك. احنا قلنا دي الاساس فهنعمل دلوقتي واحدة جمعين جنبهم هنا. طيب اللي احنا هنعملها جنبهم هنا دي هتتشبك ازاي? هتتشبك في وحدتين. هتتشبك من هنا ومن هنا في الوحدة الاساسية الاولى. وهتتشبك من هنا ومن هنا في الوحدة التانية. طيب هعمل وحدة تالتة لغاية السطر الخامس ونجعل نشتغلها عشان نشوف برضو بنشبك ازاي في وحدتين. تمام? وهنضف كمان خط النهاية ده جميعا. يعني في قبرة في قبرة التنظيف كده. اهو. خطها كده. دايما بتعاصل الجماعية قبرة التشتيب يلقناها فياعة قوي. هشبكها ان شاء الله ونرجع نكمل. تمام? انا كده من دهر الشغل اهو. وشبكت الخيط عشان بس ايه? اه اه ادريه وراء الشغل. كده اهو جاي كويس لان هو طبعا خطه فايع في ايه? وعشان هو ما يفكش مني. كده بشوكش خالص اهو. ما شدش زي ما اتفقنا قبل كده. اهو. وارجع تاني بيه كده. انا عايزة تسبتي بشكل اكتر. عشان شغلك يبقى في امان. ممكن ترجعي تاني. اهو. كل دهر الشغل فمش هيبين. تمام? كده تمام تسبت ما اعتقدش ان شاء الله انو هيفوق خالص. هاقص بقى الزيادة دي. احنا كده نضفنا خط النهاية. اهي. نبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه? انا هعمل وحدة لغاية السطر الخامس عشان نشبكها هنا. وهنضف الخط ده. ونرجع نكمل بازن الله. اه دي الوحدة التالتة يا جامعة. انا اخلص السطر رقم خمسة. السطر رقم ستة. بادخل كده في بين العمودين وبعمل منزلقة. عشان ابدأ اشتغل السطر رقم ستة. هتفع تلاتة سلسلة. واحد اتنين. تلاتة. اوكي. وابتدى اشتغل عمود كمان. تمام? اكد عمودين في اول فاغ اللي هو بين اتنين عمود. واكمل شغلي عادي السطر السادس. بين كل عمودين. هشتغل عمودين. تمام كده? بقى دين مجموعة كده خلصناها الاول. تمام? احنا متفقين مع بعض هنشبك ازاي? احنا متفقين مع بعض هنشبك. الوحدة دي هنشبكها من هنا. ومن هنا. من النقطة دي كده ومن النقطة دي. الوحدة دي هنشبكها من هنا ومن هنا. طيب احنا كده اهو. يعني احنا هنا بالزبط قدام الوحدة دي. فانفور هشبك دلوقتي اشبك هنا هو. وبعدين اعمل الستة سلسلة. واعمل غوزة الحشو بتاعتي. وبعدين اعمل الستة سلسلة. وقبل ما اعمل. وبعدين اعمل العمود الاول هنا هو. وبعدين قبل ما اعمل التاني اشبك هنا. صاح كده? طيب نعملها سوا. واضحة كده. احنا هنا خلاص وصلنا لكده. قبل بقى ما اعمل. آآ قبل ما اعمل الستة سلسلة بتاعتي. ابتدي اشبك. همسك كده المجموعة دي. الوحدة دي اسفر. واتقل كده هنا هو في العمود ده. واسحب واعمل منزلقة. بعدين ابتدي اشتغل الستة سلسلة بتاعتي. واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة. بعدين اشتغل غوزة الحشو اللي هي بالشكل ده. بعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اوكي? وبعدين بين اول عمودين هنشتغل العمود الاول. وقبل ما اشتغل العمود التاني. اروح تاني للوحدة ان انا بشبك فيها. بس خلي مالي يكون عالضهر كده اهو. اهو. تمام? وهدخل كده اهو في العمود ده. واعمل غوزة منزلقة. تمام كده? وقتدي اكمل بقى شغل اللي ستة السادس. هعمل عمود تاني جنب العمود الاولاني. كل فراغ هعمل في اتنين عمود. واحد. اتنين. واحد. اتنين. واحد. اتنين. واخر عمودين هنعمل بينهم اتنين عمود. واحد. اتنين. طيب نشوف كده الشكل بقى عامل ازاي? اهو. زي ما احنا شايفين شبكنا في اول وحدة. دي الوحدة اللي احنا شغالين فيها. شبكناها في اول وحدة. بالشكل ده. اوكي? هنشبك هدلوقتي في الوحدة. دي هنشبكها منين? زي ما اتفقنا. من هنا ومن هنا. من هنا ومن هنا. انا دلوقتي وصلت هنا يبقى انا هعمل دلوقتي منزلقة في العمود الاول ده. اهو. تمام? هنا كده هعمل دول كده هنا منزلقة. وبعدين اشتغل ستة سلسلة. واعمل غوزة الحشو بتاعت اللي هي بتلمي دول مع بعض. وبعدين اعمل ستة سلسلة. واشتغل اول عمود هنا. وقبل ما اشتغل التاني اعمل غوزة منزلقة قدامه هنا في العمود ده. تمام? نعملها تاني سوا بشويش. يبقى احنا شبكنا اول واحدة اهي. التانية هنشبكها ازاي? احنا جينا هنا كده خلاص اهو. تمام? هعمل منزلقة في العمود اللي قدامها. اهو. هو كان عبارة عن تلات سلاسل. ممكن يبقى بس اضيق شوية. تمام? وبعدين. وبعدين اشتغل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعدين اعمل غوزة الحشو. تمام? وبعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبتدي اشتغل اول عمود. وقبل ما اعمل التاني. اروح تاني للوحدة اللي انا بشبك فيها. وادخل هنا في العمود ده كده. واشتغل ونزلق. بعدين اكمل. العمود التاني هنا. وبين كل اتنين عمود اتنين عمود. زي ما متعاودين نعمل فصات استادس. احنا كده عملنا عمودين واتنين واتنين هنا واحد فاضل واحد كمان. واخر عمودين هعمل بينهم عمودين. واحد اتنين. طيب نشوف بقى التشبيج بقى شكله عامل ازاي? اهو. شايفين? هي دي طريقة التشبيج يا جامعة. سهلة وبسيطة جدا جدا. احنا كده شبكنا بنشبك زي ما قلت لكم من خلال الفراغ ده كده. اوكي? من خلال الفراغ ده. وكل وحدة بتتشبك من النقطتين. بالوحدة التانية. يعني دي الوحدة الاولى بتشبكت بالوحدة التانية من النقطتين دول كده. وتشبكت بالوحدة دي من النقطتين دول. لكن دي طبعا في وحدة تانية فهتتشبك بالنقطتين دول. يعني معنى كده ان هيكون حوالين الوحدة دي كم كم وحدة? ستة. هيبقى فيه ستة وحدات. واحد اتنين. هيبقى هنا تلاتة اربعة خمسة ستة. هيبقى ستة وحدات حوالين الوحدة الاولى دي. تمام? اه انا بقى هكمل السطر السادس للوحدة اه التالتة دي. اكملها ونقفله عشان نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي? تمام? اه انا كده خلصت السطر السادس كله للوحدة التالتة. وقفلت. طبعا هنضف الخيط دوت. اوكي? يبقى زي ما احنا شايفين كده ادي اول وحدة ودي اللي احنا شبكناها الاولى فيها ودي التانية. اوكي? طيب. معنى كده ان احنا هنعمل كمان واحدة هنا. وهنا وهنا. الوحدة اللي هنا هشبكها منين? هشبكها من ين يا جماعة? اهو. من هنا ومن هنا. من النقطة دي كده. من العمود هنا ومن العمود ده. اوكي? وهتشبك كمان هنا من العمود ده والعمود ده. تمام? طب هحاول اعملها ان شاء الله ونشبكها بعض ومع بعض. اه كده الوحدة واقعة مع بعض انا عملتها. ابتدى اشبكها في الوحدتين دول. عشان بس ناخد بالنا تاني اهو. همسك كده. واخش هنا كده في العمود ده. تمام? واسحب الخيل واعمل منزلقة. بالشكل ده كده. تمام? بعدين هتدى اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة. اربعة خمسة ستة. وبعدين هعمل الحشو هنا اهو. تمام? بعدين. اعمل ستة سلسلة كمان. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وابتدى اشتغل هنا اول عمود. بعدين اروح للوحدة تاني اللي بشبك فيها. اهي. وعمل هنا كده ونزلقه. تمام? بعدين اكمل عادي العمود التاني جنب العمود الاولاني ده هنا. واكمل العمود بتاعتي. واحد. كده. واحد. تمام? احنا شبكناها في الوحدة الاولى. اهي. تمام? شايفين? تمام كده? طب هنشبكها في الوحدة التانية دلوقتي برضو اهو. هنمسك كده. ندخل هنا كده ونعمل ونزلقه. تمام? بعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بعدين همسك الوحدة بتاعتي. واشتغل وزة الحشو. بعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبتدي اشتغل اول عمود هنا. بعدين قبل ما اعمل تاني عمود همسك الوحدة بتاعتي. اهو. واشتغل هنا كده في العمود اللي هنا ده. شايفين اهو. نعمل. غرزة منزلقة. وبعدين اكمل شغلي. العمود التاني. ودن بقيت الشغل التاعي تاعي السطر السادس عمودين بين كل العمودين. اتنين. بعدين هنا اتنين. واخر عمودين هعملهم. اهو يا جماعة شبكنا الوحدة بكل بساطة شبكنا الوحدة رقم اربعة. بكل بساطة خلاص الموضوع بقى سهل. شايفين? اهو. شايفين قد ايه جميلة? بقى احنا دي الاولى الاساس بتاعيتنا اهي. شبكنا الاولى التانية فيها والتالتة ودي رابعة هي. واضحة? طيب انا هكمل بقى كده. السطر السادس بتاع الوحدة رقم اربعة. واقفلها. اوكي? يبقى فاضل لي كم وحدة تتشبكوك? يبقى فاضل لي واحد اتنين تلات. تلات وحدات هيتشبكو هنا. عايزاكو بقى تشبكوهم وانا كمان هشبكوهم ونجح نشوف المفرش الجميل بتاعنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شبكت يا جماعة كده خمس وحدات اهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اوكي? وفاضل لي الوحدة للاخيها. احاب اشبكها معاكم لانها طبعا هتتشبك من كم اه يعني من تلات جهات. هتتشبك من هنا كده في الوحدة دي. من هنا اوكي? وهتتشبك في الوحدة دي من هنا كده. وهتتشبك في الوحدة دي كمان. فتلات وحدات اوكي? فهنشبكها مع بعض. بس عايز اقولك ملاحظة. انتي لو عايزة تعمل المفرش الجهة مستطيل هتبتلي تعملي كده اوكي? وحدات كده صف جنب بعضو. وبعدين تبقي الصف التاني جنبه بالشكل ده. وبعدين التالت هيبقى برضو بالشكل ده. اه بالطول اللي انت عايز ده وبالعرض اللي انت عايز ده. اوكي? بس انا هنا حابة اعمله اه مدور. فعملت واحدة في النص وهعمل جنبها الستة دول. نشبك بقى اخر وحدة دي عشان نشوف هتتشبك ازاي من تلات جهات مع بعض. تمام? طيب انا برضو عملت عملت الوحدة اهو. وافضل السطر الاخير السادس. وابتدي برضو اشبكها. احنا متفقين قبل ما بنبدأ الستة قبل ما نبدأ الستة سلسلة دول اللي بعمل بهم الحشو هنا. خمسة بقى اول وحدة دي. كده. طبعا هي تبقى بس ايه? ما فشلت ده يبقى ايه شوية. هعمل كده غزة حشو. اه غزة منزلقة. وبعدين اعمل ستة سلاسل. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعدين هعمل غزة الحشو. وبعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واول عمود هتدي اعمله هنا. بين او بين العمودين الاولانيين. بعدين اجعل الوحدة الاولى بستخلي بالي. اهي. واعمل غزة منزلقة. واكمل شغل عادي السطر السادس بتاعي اهو. اتنين اربعة ستة وهنا كمين عمودين. وهنا عمودين. تمام? واحد اتنين. وقبل ما اعمل الستة سلسلة هيجي عند الوحدة واقم اتنين اللي هي دي. اوكي وهخش هنا كده في العمود ده. وابتدي اعمل غزة منزلقة. وبعدين اعمل ستة سلسلة. بعدين اعمل غزة الحشم. بعدين ستة سلسلة. بعدين اول عمود هنا. بعدين اروح تاني للوحدة التانية هنا. اهو كده. واعمل غزة منزلقة. بعدين اكمل. شوره تاني ليص بزنوا يا جوات تاني. من الثلاثة بتاني. واحد. اتنين نتأكد مصبوط. تمام? طيب? هنيجي بقى عند الوحدة اقام تلاتة فين هي? اهي. دي الوحدة اقام تلاتة. هنا كده اهو. وابتدي اعمل منزلقة. تمام? بعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بعدين اعمل غزة الحشو. بعدين اعمل ستة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بعدين اول عمود هنا. بعدين اروح تاني للوحدة اللي انا بشبك فيها. واعمل منزلقة. واكمل شغل عادي. السطح السادس. كده عمودين. واجه عمودين. واجه عمودين. واحد. نشوف كده يا جماعة شك هتشبك بقى. بسم الله. شايفين? تمام كده. تشبكت الوحدة الاخية. الوحدة اقام ستة. تشبكت من تلاتة تلاتة وحدات. من ناحيتين. كل واحدة زي ما قلت لكم تتشبك من نقطتين. من هنا كده. في الوحدة دي شبكنا من هنا. في الوحدة التالتة شبكناها من هنا. دي الوحدة اقام ستة. اوكي? زي ما قلت لكم الوحدة اللي في النص هتشبك حواليها ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اوكي? يا يوكل الوقتي. طيب. دلوقتي فاضل عندنا نكمل بقية السطر السادس بتاع الوحدة اقم ستة. ونقفل هنا كده ونقفل بقى نشوف المقفش الجميل بتاعنا. آآ تمام كده انا خلصت وخلص المقفش بتاعنا. آآ شكله جميل جدا يعني انا عجبني جدا وان شاء الله يعجبكم برضو. آآ وزي ما قلت لك لو هتعمليه مستطيل او آآ معبعة يعني هتبتدي بقى تعملي كده وحدات بالطول اللي انت عايزاه. وبعدين الوحدة التانية هتبقى عايزاه. عايزاه مدوى هتشتغل بنفس الطريقة دي. هذه الوحدة هي ونبدل بقى ايه? شغالين حواليها كده. آآ زي ما تعلمنا زي نشبك. سهل جدا وبسيط جدا. عايز اقولك بآ يعني آآ قطعة قماش بس تكون قطن. آآ وخفيفة. آآ تحطيها كده على المفش بعد ما خلص. وبمكوى خفيفة جدا جدا. آآ تبتدي تفرديها بشوش جدا. عشان خطر بس ايه? يتفرد معاك اكتر من كده. هو طبعا شكله مفوض وكل حاجة بس هتلاقيه آآ شكله بقى افضل. بس زي ما قلتلك لو سمحت مكوى آآ خفيفة جدا. عشان بس ما يتقصرش. والأماشة تكون قطن. مش حاجة تاني. تمام? طيب. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون آآ عجبك ويتكون الموضوع على التشبيك بقى سهل وبسيط بين نسبالكو. تقدير تعمليه لأي مقاس لأي ترابيزة انت عايزاها. هتبدال يتقبلي لغاية من المقاس اللي انت عايزاها. آآ اتمنى تاني ان يكون شرحي ليه بسيط وواضح. ودايما ان شاء الله نتقابل على خير في فيديوهات جاية كسير. وزي ما قلتلكم بازن الله ان شاء الله هعمل لكم فيديو. هشح لكم فيه آآ انواع الخيوط اللي انا استخدمتها في مفارش. حلوة جدا جدا. وهعرض لكم المفارش اللي انا عملتها. عشان تبقى زي ما قلتلكم نمزج عندكم بازن الله. آآ لو عجبكم الفيديو وعجبكم شرحي اتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصلوكم كل فيديوهاتنا بازن الله انا واستاذة ماما. آآ شكرا ولتقابل دايما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.